بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرفي أنبياء الله إخوتي الكرام أخواتي الكريمات أيها الصحفيون مرحبا بكم في موعدكم اليومي حول جائحة كورونا يتميز هذا اليوم بتسجيل 77 حالة جديدة من بينها 73 حالة مخالطة وأربع حالات مجتمعية كما يتميز بتسجيل 85 حالة شفاء ولله الحمد ونحزن لرحيل شهيدين يرحمهم الله هكذا وبلغ عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 5200 وذلت حالات من بينها 4904 حالة مخالطة و 145 حالات مجتمعية و 154 حالات وافدة كما بلغ عدد حالات شفاء 2111 والوفيات 146 ليتغمدهم الله كلهم برحمته الواسعة وليشفي جميع المرضى الحالات النشطة اليوم عددها 2946 منها 2480 بدون أعراض 459 بأعراض خفيفة و 7 حالات يحتاجون الرعاية عدد الفحوصات بلغة إجمالا 48946 منها 909 تم إجراؤها خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة أي 219 فحص للمتابعة و 690 للتشخيص وتتوزع هذه الفحوص على النحو التالي بين الولايات 4 فحوص من الحوص الشرقي 5 من الحوص الغربي 2 من العصابة 13 من قرقل 32 من البراكنا 18 من ترارزة 28 من أدراب 16 من واذيبو بحصان من تقاند 14 من قديماقة 6 من تيرزمور 19 من إنشيري 273 من النواكشوط الغربية 260 من الشمالية و 217 من الجنوبية والحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي إذلاذة من مقاطعة ظهر حالة من مقامة حالة من ألاك حالة من بوكة 4 حالات من أطار 6 من لكسر 2 من تفرق زينة 9 من دار نعيم 5 من تيارت 5 من توجنين 28 من العرافات 3 من الميناء والتسع من الرياض Chers citoyens chers journalistes bienvenus au rendezvous quotidien relatif à la situation épidémiologique dans le pays marqué ce jour par l'enregistrement de 77 nouveaux cas dont 73 cas contacts et 4 cas communautaires on a enregistré aujourd'hui également 85 guérisons et on déplore 2 décès larحمة الله la situation depuis le début de l'épidémie donc on note 5203 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie dont 4904 cas contacts 145 cas communautaires et 154 importés le nombre de guérisons est atteint 2111 et les décès 146 les décès 146 les décès 146 les décès 146 et les décès 146 les décès 146 dont 2480 asymptomatiques 459 avec des symptômes simples et 7 nécessitant un suivi rapproché le nombre de tests a atteint globalement 48 946 tests dont 909 effectués au cours des dernières 24 heures 219 tests de suivi et 690 de diagnostics qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions 4 de la 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 14 de la 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 les nouveaux cas proviennent des suivantes suivantes d'har 3 cas makama 1 cas alec 1 cas bogue 1 atar 4 le xar 6 tevra 2 d'arnaim 9 t'ar 5 toujours 5 28 تعرف 3 mén et 9 riyad c'est je vous remercie et assalamu aleykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa idaradu inshallah wa barakatuhu إذن مشاهدنا كرام تحدث بودير الصحة العمومية الدكتور سيديو للزحاف عن تسهيل 77 حالة شديدة اليوم منها 73 حالة مخالطة وأربع حالات مجتمعية كما كذلك سجلنا اليوم شفاء 85 شخص كانوا مصابين بهذا الداء ونأسف لوفاة شخصين اليوم خلال 24 ساعة الماضية شراء هذا الوباء بسر الله لهم الرحمة والقفران وأن يسكنهم في السيحة شناتي ويلهم ذويهم الصبر والسلوان مدير الصحة العمومية تحدث عن إجمال الحالات منذ بداية الوباء وحتى اليوم حيث وصل إلى 523 حالات في جميع الحالات المسجرة في بلادنا منذ بداية الوباء وحتى اليوم تحدث كذلك عن شفاء 2111 حالة شفاء منذ بداية الوباء وحتى اليوم للأسف فقدنا جراء هذا الوباء منذ بداية وحتى اليوم 146 شخص نسأل الله لهم الرحمة والغفران وأن يسكنهم في السيحة جناتي إجمال الفحوصات التي يجريت منذ بداية الوباء وحتى اليوم وصل إلى 48946 فحوص فحص هي مجموعة الفحوصات التي يجريت منذ بداية الوباء وحتى اليوم نعود لنواصل هذه النشرة حيث شارك وسير التنمية الريفية أمس في أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء اللجنة المشتركة لمكافحة أثار الشفاء في ساحل السلس عبر تقنية الفيديو تبحث الدورة عدة مواضيع أبرزها تنظيم مهام المنظمة على أضوء الدراسة التي تم إعدادها بمقترح من دورة وقشط سنة 2017 والسبعة عشر إضافة إلى المصادقة عليها أعمال الدورة الخامسة والخمسين العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة لمكافحة أثار الجفاف في الساحل السلس تنطلق عبر تقنية الفيديو وذلك بمشاركة بلادنا من خلال وزير تنمية الريفية افتتاح الدورة المنظمة عن بعد برئاسة وزير الزراعة والسصلاح الريفي البوركنابي ساليفو ودراغو تم خلاله بحث عدة مواضيع من أبرزها مهام منظمة السلس على أضوء الدراسة الخاصة بالمواضيع التي تم إعدادها بمقترح من دورة وقشط 2017 مع المصادقة عليها كما تضمن جدول عمل هذه الدورة استعراض حاصيلة عمل المنظمة في البترة الأخيرة مع تقديم برنامج عملها للعام الجاري هذا الاجتماع كان نبدئيا ينظم في تشاد في شهر مارس الماضي إلا أن الجائحة التي خلقتها هي التي أخرته ومشاركة موريتاني اليوم ستكون إن شاء الله بإدلاء برأيها في عادة التنظيم للمنظمة من حيث أنها تستفاد منها في جانب محاربة خاصة التصحر ومساعدة المواطنين في الأرياض وإضافة إلى أن المنظمة عندها أربع مشاريع في موريتانيا تمويل مختلف من الشركاء إذن تستفيد من أربعة مشاريع في البيطرة وفي الزراعة إذن دور مهم المنظمة في مساعدة في التنمية البلدية هذه الدورة تدخل في طريق تحضير لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان العضائي في منظمة السلسة إذن تستفيد من حيث أنها 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 تستفيد من حيث